اشتركوا في القناة اقل حرارة وصلت هذه الاثناء الى شمال جزيرة قبرص كانت قد انزلقت من اجواء البلقام باتجاه الجزيرة اليونية ووصلت الى شرق المتوسط مع ساعات هذا المساء في الحقيقة هذه الكتلة الهوائية المعتدلة من المتوقع ان تبدأ بالتحرك شرقا لتعمى بتأثيراتها مناطق بلاد الشام وحتى شمال الجزيرة العربية وذلك اعتبارا من ساعات صباح الأحد مع هذا التعمق لهذه الكتلة نلاحظ ان خفاضا كبيرا في درجات الحرارة سيحصل اعتبارا من ساعات نهار الأحد تصل ذروة الانخفاضات في عموم مناطق بلاد الشام خلال ساعات نهار الاثنين كما توقع ان تنتشر بعض السحب المتفرقة هنا على المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع فرص ضعيفة لبعض الزخات المطرية العابرة والرعدية على المناطق الساحلية وجبالها وقد تكون في مناطق الجزيرة على نطاقات ضيقة اذا هذه الكتلة ستسيطر على العموم مناطق بلاد الشام حتى ساعات مساء الثلاثة لكن ومع ساعات نهاية هذا الأسبوع او مع ساعات الأربعاء نلاحظ ان مرتفعا جويا شبه مداري علوي سيتعمق في اجواء المتوسط وصولا الى اطراف البلقام عموم الجزيرة اليونانية تصل اطراف بلاد الشام خلال ساعات نهار الأربعاء هذا المرتفع الجوي متوقع ان تحرك شرقا لعم مناطق بلاد الشام مع هذه الحركة لهذا المرتفع الجوي اضافة لسيطرة لمخفض جويا سطحيا حراري هنا في اجواء العراق وحتى مناطق بلاد الشام من المتوقع ان تعود درجات الحرارة الارتفاع من جديد هنا قد نشهد درجات حرارة عند 42 درجة نهاية هذا الأسبوع لنكون مع موجة حرر جديدة نهاية هذا الأسبوع ومطلع ايام عيد الأطهر بناء على هذا التحليل طورات غلاف الجوي نتوقع بإذن الله أن تكون الأجواء في عموم مناطق دمشق والقنيطرة ودرعة وحتى مناطق السويداء مستقرة صيفية حارة نسبيا مع بعض الصحب المتفرقة التي قد تنتج عنها زخات ضعيفة من المطر وخاصة على المرتفعات عصر الأحد تدوم هذه الحالة حتى ثلثاء حيث تعود درجات الحرارة كما ذكرنا الارتفاع مجددا تظهر الخرائط المرفقة الفرق في درجات الحرارة متوقع بين منتصف هذا الأسبوع وحتى نهايته حيث نلاحظ كما يلي لاحظوا معي أن نهار الاثنين ستصل درجات حرارة في دمشق العاصمة 33 درجة مئوية تسجل في درعة 31 درجة مئوية في حين تبقى عند 29 درجة مئوية في السويداء والقنيطرة 29 درجة مئوية لكن نهاية الأسبوع كما ذكرت سترتفع درجات الحرارة إذن نتوقع أن تكون نهار الجمعة في دمشق العاصمة عند 40 درجة مئوية درعة 40 درجة مئوية في حين تكون السويداء عند 38 درجة مئوية والقنيطرة عند 39 درجة مئوية كل ذلك بما شئت الله تعالى بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء في عموم مناطق الحسكة والقامشلي والرقة وعموم مناطق دير الزور أيضا صيفية مشمسة حارة نسبيا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع صحب متفرقة واحتمال ضعيف لزخات الرعدية على نطاقات ضيقة من الجزيرة وذلك يومي الأحد والاثنين هذا ومن المتوقع أن تعود درجة الحرارة لارتفاع نهاية الأسبوع لنلاحظ أن درجة الحرارة نهار الاثنين ستكون عنده 40 درجة مئوية في الحسكة 30 درجة في القامشلي في حين تكون في دير الزور عنده 39 درجة وفي الرقة عنده 37 درجة مئوية لكن درجة الحرارة سترتفع نهاية الأسبوع الخريطة المرفقة الأخرى تشهر تظهر درجة الحرارة متوقع نهار الجمعة لاحظوا معي أن دير الزور ستكون نهاية الأسبوع عنده 43 درجة مئوية في حين تكون الحسك عند 42 درجة مئوية وتبقى الرقة أيضا نهاية الأسبوع عند 42 درجة مئوية إذن تعود الأجواء الحارة لتلك المناطق بمشيئة الله تعالى أما فيما يتعلق تقصى مرطة الشمالة الغربية والساحلية وعموم مناطق الوساط فمن المتوقع أن تبدأ أجزاء واسعة من هنا المناطق الساحلية وحتى إدلبة وحلبة وحماتة وحمص بالتأثري بأطراف كتلة هوائية معتدلة حيث تكون أجواء مشمسة إلى غائمة جزئية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وفرص لبعض الزخات الساحلية العابرة في ظل حركة رياح غربيا نشطة نسبيا وذلك الأحد والاثنين لكن ومع ساعات نهار الثلاثاء تعود درجات الحرارة للارتفاع حيث تصل ذروة الحر نهاية الأسبوع بوضوح وذلك أيضا مع مطلع الأسبوع القادم ننتقل إلى خرائط توضح الفرق بين درجة الحرارة توقع نهار الأثنين وكذلك أمر نهار الجمعة لاحظوا معي أنه مع الإنخفاض نهار الأثنين ستصل إدلب المدينة إلى 35 درجة مئوية حلب عندها 36 درجة مئوية في حين تبقى حماء عندها 36 درجة مئوية حمص 31 درجة مئوية تبقى المناطق الساحلية بين 26 و25 درجة مئوية لكن مع عودة درجات الحرارة للارتفاع نهاية الأسبوع وخاصة نهار الجمعة نلاحظ أن درجات الحرارة ستعود للارتفاع لتصل في إدلب المدينة نهار الجمعة 42 درجة مئوية وكذلك الأمر في حلب أما حما فمن توقع أن تبقى عنده 43 درجة مئوية ترتفع في حمص عنده 40 درجة مئوية أيضا ترتفع في المناطق الساحلية بين 29 درجة وحتى 30 درجة مئوية لتعود الأجواء الحارمة هذا الأسبوع ومع أول أيام عيد الأطحى بمشيئة الله تعالى ننتقل الآن إلى تفاصيل تقصيد لبا وحلبا وعموم المناطق الداخلية خلال قادم الأيام الأحد تكون الأجواء مشمسة مع بعض الصحب وفرص ضعيفة لبعض الزخات الساحلية تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتسجل 36 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 19 درجة مئوية تكون الرياح غربية تزيد من لطافة الأجواء عند 30 كم في الساعة الأثنين طقص صيفي حار نسبيا مع بعض الصحب المتفرقة والزخات الضعيفة على المناطق الساحلية تولي درجات الحرارة خفاضها لتسجل 34 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 19 درجة مئوية وتكون الرياح غربية عند 30 كم في الساعة الثلاثة أجواء صيفية حارة نسبيا تحافظ درجات الحرارة على قيمها عند 36 درجة مئوية نهارا في حين تصل ليلا إلى 19 درجة مئوية وتكون الرياح غربية عند 25 كم في الساعة الأربعاء طقص مشمس حار بوضوح ترتفع درجات الحرارة لتسجل 38 درجة مئوية نهارا تنخفض ليلا إلى 21 درجة مئوية وتكون الرياح غربية عند 20 كم في الساعة الخميس تستمر الأجواء صيفية حارة جدا ارتفاع جديد في درجات الحرارة متوقع لتسجل 40 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 22 درجة مئوية وتكون الرياح غربية عند 25 كم في الساعة الجمعة طقص مشمس حار جدا توالي درجة الحرارة ارتفاعها لتسجل 42 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 23 درجة مئوية وتكون الرياح الغربية متوسطة عند 20 كم في الساعة السبب تستمر موجة الحرارة مع انتشار للسحب العالية والرقيقة تسجل درجات الحرارة خفاضا طفيفا لتلامس 21 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 22 درجة مئوية وتكون الرياح غربية متوسطة السرعة عند 20 كم في الساعة اذا اجواء لطيفة مطلع الاسبوع تتحول إلى حارة جدا ما موجد حار جديدة سنكون معكم في النشرات القديمة في تحديثات طقس عيد الاطحى ان شاء الله تعالى السادة المتابعين كانت هذه اهم مميزات طقس قادم الايام من ادلب كان معكم في العداد والتقديم المهندس انس الرحمون دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة